من دعام وميليشيات الحوثي وصالح تمارس عقابا جماعيا على قرى مريس والعود شمال محافظة الضالع وخاصة المناطق الواقعة على خط التماس قرية رمه وحدة من عشرات القرى التي تتعرض لقصف الميليشي العشوائي الذي يطال سكانها ومنازلها ويتسبب بوقوع ضحايا من المدنيين تم قنصنا من المتمركزين الحوثة ولكن رغم عاقتنا سنظل ندافع عن قريةنا قرية رمه لن يمكن للحوثي أن يدخلها وعاد فينا قطر الدم تقع هذه القرية في مرمى نيران الحوثيين وتمركزهم على جبل ناسا ومضرح والصانب يحولها إلى هدف مستمر لقذائفهم ورصاصهم وهو ما دفع بالسكان إلى النزوح من منازلهم ومزارعهم لتكون هذه المشاهد بما فيها آبار المياه التي تركت على هذه الهيئة شاهدة ما تسببت به الميليشيا من تعطيل للحياة ورغم الحصار المفروض على هذه القرى من قبل ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع إلا أنهم لا يزالون يقاومون بأسلحتهم الشخصية ففي غضون ذلك صدت المقاومة عدة محاولات تسلل للميليشيا التي تحاول الدخول إلى منطقة مريس عبر قرية رمه لأهميتها الاستراتيجية الحوثي يريد أن ينزل من هنا ويتفرع اتجاه حمك واتجاه مريس نحن هنا مصدين هذا العدوان لم يستطع أهالي هذه القرية من ممارسة أعمالهم العادية بشكل طبيعي بسبب القصف العشوائي الذي تشنه عليهم ميليشيات الحوثي وصالح محمد المريسي قانات بالقيس الظالع